هذا وقد قام رئيس سيسي بجولة تفقدية شملت نفق الشهيد أحمد حمد II ضمد المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء واستمع رئيس سيسي لشرح مفصل عن النفق وأليات التشغيل داخل غرف التحكم الخاصة بالنفق من الجهة الشمالية والذي تم تصميمه وتنفيذه طبقا لأعلى المعايير الأمان العالمية بالإضافة إلى مراقبة حركة المرور داخل النفق من خلال 47 كاميرا متحركة على الطريق و18 كاميرا ثابتة خلال ممر الهروب والطوارئ وذلك لتحديد مكان واكتشاف الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة